اهلا وسهلا فيكم بقناتي اماني هوجة اليوم بهادي الفيديو رح نبدأ بشرح مادة الادبيات لطلاب صف 11 وان شاء الله رح يجي بعده طلاب صف البكالوريا بالنسبة لطلاب 11 والبكالوريا بما انه لسه ما جهزت لكم ملخص للماده كل الفيديو رح نزله رح يكون وفي تحته ملخص عن الفيديو اللي ملخص على شكل البيدي اف عن الفيديو اللي حكيت عنه فيكن تنزله من هناك واتتابعوه وشرح البيدي اف على الفيديو اما تركض اشار هزر سنة باشيال هلا اول فقرة عنا بكتابنا بالوحدة الاولى اللي هي القيريش عنا ادبيات في طوبلوم الاشكسي يعني العلاقة بين الادبيات هو المجتمع بيجينا سؤال كلاسيكي من قلون انه طوبلوم كولترال بريكم يلي جاكو شكل راكتر المصنص هالار يعني الثقافة المجتمع اللي هي بتحلينا نقول تجمع عبر الزمن ليش لحتى تنتقل على الاجيال اللي بعدها ومنقول انه ادبيات طوبلوم اي نصدر يعني الادبيات هي مرآل المجتمع ليش لانه وقت فيجي كاتب تمام يجي بده يكتب لنا اثر فهذا الكاتب مثلا من خمسين سنة كيف كانت ذهنيته كيف كانت العقل المستخدم بهذاك الوقت كيف كانوا يفكروا كيف كان عادته كيف كانت تقاليده هاي كله بتأثر على شخصية الفرد فهذا المجتمع لما اثر اثر على شخصية هاد الفرد اللي هو الكاتب وقت ايجا يكتب الكتاب فافكار وزهنية هداك المجتمع ملائية موجودة بهذا الاثر تمام ادبيات بيرتوبلوم دا ارطيات شكان سياسي سوسيال اكونومي كولتورال هارتورلو اللي يعني جميع الحوادث السياسية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية كلها اللي بتظهر بقلب المجتمع ممكن تكون داخل الادبيات يمكن يكون كتاب سياسي كتاب الاقتصادي هاللي هو ادبيات يساللين توبلوم يونلاندير موزيلي واردر يعني الاثار الادبية بتوجه المجتمع كيف بتوجه المجتمع مثال في رواية اسمه تشالكوشو الكاتب رشاة نوري جونتكين هاي الرواية بتحكي عن يعني بطلة الرواية معلمة اسمه فريدة فاللي قرأ هاي الرواية من المجتمع حتى هاي الرواية فيما بعد صارت مسلسل فصاروا الناس شو يعملو بناتون اللي اللي يعني يولدو اللي يجيبوان عه الدنيا صاروا يسموها فريدة يحطوان حطولوان اسم فريدة ليش؟ لانو تأثروا بالمسلسل او تأثروا بالرواية اللي قرأوها فالروايات ممكن تتأثر على المجتمع مجتمع 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 İşام مجتمع مجتمع يحسر يعني لما بيجي الكاتب أنا كاتب بجيت بدي يكتب كتاب أنا اليوم بحالة مستقرة نفسيا واجتماعيا واتصاديا فبتلاقوا هذا الشيء مناكس على أثري لكن فجأة صارت حر أوكي صار في أثار سلبية صار في عندي تشاؤم صار في تغير وجهة أو طريقة الكتابة فأي تغيرات بالمجتمع أثناء كتابة الأثر الأدبي تؤثر على الأثر يعني الأدبيات هم بتكون هي تكتب للتعبير عن مشاعر الفرد بقلب المجتمع وتكتب للتعبير عن مشاكل المجتمع بنفس الوقت فبالتالي الأدبيات والمجتمع مرتبطين ببعض فالعلاقة بيناتهم بهذا الشكل طيب في سؤال تاني بيجيني اللي هو بيقلك أدبيات إلى أدبي أقم يعني العلاقة بين الأدبيات والحركات الأدبية طيب أنا لحتى أقدر أكتب هذا الشيء لازم أعرف شو يعني حركة أدبية أدبيات أقم أو أدبي أقم شو هنه هنه بيجوا عندي صنات جلار أدباء فنانين مجموعة منهن عندهم مفاهيم محددة معايير معينة أفكار معينة أدب معين هذا كل ما يعطون بيجتموا عليها يعني أنه عندهم نفس الفكر وبيطرحوا حركة أدبية للمجتمع شو هي خصائص هاي الأدبي أقم لار الأدبي أقم لار تاريخي تنكيد وتيوريسيلي إلى إيش إيشه لاردر هي متداخلة مع التاريخ الأدبيات مع النقد مع النظريات الأدبيات إن إيشريه إلى إلقلي سيستام يعني بيرتقم سوي الدشنجة في قناتلين أرتك سمجيسي در فإذا العنصر المشترك لمحتوى الأدبيات مع محتوى الأدبيات والديارات أو الحركات الأدبية هي مجموعة من الأفكار المنظمة عنده بير صنات جلوش و بير هاركة بيجنال بير استاتيك أمنيشن من بارتش الصدر فإذا رأي فني أو أي حركة أدبية كانت فهي قطعة أو ضمن المفهوم الجمالي بشكل عام هلا الأدبيات أقمى يعني إحنا عم نقول حركة أدبية بس هذا ما يعني إنه الأدبيات أقمى فقط بالأدبيات يعني فقط بالكتب فقط بالحكايات فقط بالروايات لا 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 ممكن تكون كمان بالجزعة صنات لار يعني فنونة جميلة يعني بالرسم بالموسيقى بالشعر الأدبيات الهيكل تراش هدول كلياتهم متبعين ديارات أو حركات أدبية معينة فالأدبي أقم لار ما بس بالأدبيات هالأدبيات أقموا لشتو زمان ذهنية تندانيت كلنا ركت ميدانات شكار فإذا كل ديار أدبي هو بيتأثر من زهنية الزمن اللي هو عايش فيه المجتمع اللي هو عايش فيه على هاد الأساس يظهر إلى الوسط هالأدبيات أقم كان دين دانوين جاكينا جوري ينبي الكولتورال فلسفي باستيتيك برسبكتف في صاحب تر يعني عم بيقلي أنه التيارات الأدبية دائما هي متجددة عن التيار اللي قبلها يعني هي بتطلع بعد هذا التيار اللي قبلها ردة تفعل عليه فبيكون فيه عنها فكر ثقافي جديد فلسفي جديدة وجهات نظر جديدة أدبي أقم لار أرتيا تكشل رأسسندان شو زمان يظل بير بلدري وعلا راك ميدانا جاعماز يعني الحركات الأدبية مو دائما بيجو الأدباء يلا نحن خلونا نكتب نص أنه نحن صار عنا الحركة الأدبية فلانية خصائص كذا كذا لا مو ضروري هاد الشيء بير يزار سادجة بير أقم لأيزا بليجي كي بفرق الأسر لارده فرق الأقم لارده الكاتب ممكن يكتب كتاب تحت تأثير تيار أدبي معين ممكن كل أساره تكون تحت تأثير تيار أدبي معين أو ممكن يكون كل أساره بيكتبه متأثر بتيار أدبي مختلف فعادي يعني هاد الشيء طيب كيف تطورت هاي الحركات الأدبية تطورت بالتجديدات التكنولوجيا العلمية تطورت عن طريق الوعي المختلف عند الكتاب تطورت عن طريق تغيرات في الثقافات المجتمعية تطورت عن طريق طراز الحياة الجديد للأدباء تمام تطوره لهذا الشيء هذا كله ساعد على تطور الأدبي كمار طيب تركي أدبيات عنده أدبي أدبي أكمار إنجليشمي التيارات الحركات الأدبية كيف تطورت بالأدب التركي الحركات الأدبية أول شيء وين ظهرت بطء أدبيات عنده يعني بالأدب الغربي فيما بعد نحن منعرف أنه التاريخ تطور الأدب التركي مر عبره ثلاث عصور قبل الإسلام بعد ما أسلموا واتحت تأثير الغرب فلما بلشوا أنه يتأثروا بالغرب بدأ عندي عصر التنظيمات مثل ما بنعرف عصر التنظيمات هو عصر الأوائل لكل شيء أو المقالة أو الحكاية أو الرواية أو المسرحية كله بعصر التنظيمات فكمان بعصر التنظيمات أول ما بلشوا الأدراك يتأثروا بالغرب بلشوا ثقافتهم تدخل عليهم فصار في عندهم الحركات الأدبية فصار في كذا تيار أدبي بالأدب التركي طيب شو الأعلاق هلا بين أدبية 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 أكملات حكينا عرفنا شو هي الحركات الأدبية إذا سألوني هك سؤال بكتب بؤل أدبي متنلار نسوس الأدبية belli bir sanat anlayışı çerçevesinde yazılan metinlerdir هي نسوس مكتوبة بمحيط مفهوم فنن معين bu çerçevede sanatçıların içinde bulundukları yaşantı biçimlerinden ve kendilerine üzgü oluşturdukları zihniyetten gücünü alan edebi eserlerin toplamı da edebiyat akımlarına oluşturur فإذا هذا المحيط الطراز اللي هم عايشين فيه اللي موجودين فيه شكل الطراز سواء كان اللي هم عايشين فيه أو تطبيقهم لطراز معين خاص بشخصيتهم زهنية معينة هذا كله بشكل التيارات الحركات الأدبية ففي بيناتهم ترابط فمنكتب هدول الثلاث أسطر كجواب على السؤال تمام طيب فإذا كان هذا مدخل للعلاقة بين أدبيات المجتمع علاقة بين الأدبيات التيارات الأدبية التيارات الأدبية والحركات الأدبية شو هي كيف تطورت عبر الزمن أكثر فقرة بيكرهوة طلاح 11 عشر هي الأدبية كمنار يعني كل حركة أدبية شو هي خصائصها مين هن الممثلين تبعها طبعا نحن عنا تقريبا شي تسع تيارات أدبية أثرت على الأدب التركي رح أعطيكم كلمات مفتاحية مجرد ما تشوفوه بقلب النص تعرفوا انه هات أنا عم بحكي عن التيار الفلاني لكن هذا الشي رح نحكي بفيديو قادر لحتى يكون نحن هيكي زهننا فاضي لأنه الحركات الأدبية بدياكم تكون زهنكم فاضي لحتى تستقبلوا المعلومات وترستخ بمخكم طبعا بتمنى منكم انكم تشاركوا القناة مع جميع أصدقائكم لحتى يستفادوا من المعلومات طلاب الحادي عشر اصدقائي حاب يشوف كم طالب حادي عشر عندي موجود بالقناة على اساسها رح تكون سرعة تمزيل الفيديوهات ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد كان ديني زي بكر واشتاكلوا